صباح الخير عليكم صباح الصحة صباح الجميل مع أولى حلقتنا في شباب لايب برنامج شباب لايب بيرحب بالقناة وبقدرت القناة تحياتنا القلبية والصباحية النقائية لشباب لايب من شباب لايب لقناة الصحة الجميل أولى حلقتنا في أولى الموسم لشباب لايب معاكم حنان اسماعيل بنتكلم في فقرة محام الغلابة فقرة محام الغلابة معايا صديقي وزميلي الراقي والمحترم المستشار حسيم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك صباح الخير على كل المشاهدين أول فقرة في قناة الصحة والجمال شباب لايب موسم قوي إن شاء الله بإذن الله عايز برضو كالعابة أنوه أن الفقرة دي فقرة الناس الغلابة لأي حد محتاج مساعدة قانونية على مستوى جمهورية مصر العربية إحنا موجودين هنساعده بدون مقابل تبرعا مننا لي لمساعدته إن شاء الله بإذن الله بإذن الله موسم قوي لكل المجموعة وربنا يوفقنا إن شاء الله بإذن الله لخدمة الناس وتقديم محتوى كويس جدا إن شاء الله إن شاء الله نقدم محتوى هادف ورسالة هادفة إعلامية مهانية أكاديمية بحثة النهاردة فقرتنا فقرة محامي الغلابة معينا محامي الغلابة بالفعل يعني بنتكلم عن قضية قضية شهيد الغلابة طبعا هياك هتكلم باستفادة وأكتر معينا في تفاصيلها وقضية بعينها اللي هو القتل العمل ممكن هتكلمنا عن شهيد الغلابة شهيد الغلابة ده ابن محافظة المينيا مركز درمواس قرية تنوف شهيد محمود مهران شهيد لقمة العيش شهيد عايز أقول شهيد الغلابة فعلا حد تعب لغاية ما وصل إن هو يبقى شيف كويس ويفتح مطعم بعد ما فتح المطعم تم قتله بيد من الغدر والخسة على يد مجموعة أبه وأولاده بسبب حاجة غريبة جدا كنا قلناها قبل كده شفاط في حط المطعم اللي هو الشفاط في حط المطعم يا فندي وتم قتله والتربص بيه وضربه من الخلف لاحظة لاحظة يا أستاذ حسين تم قتله من من؟ مش عايز أقول قريبه برضه يعني في نفس الوقت يعني من أسرته آه ما يعتبر من أسرته تأمرت علي وقتله بالزبط كده لخلاف يعني معلش يعني مش هو ده الدافع اللي خلينا نقتله طب ضايقا لنا نقول إيه يعني مجتمعنا يعني إيه اللي حاب نشوفه اليوميندور في مجتمعنا للأسف إن الأهل بقوا يعني بيتأمروا ببعض وبيترصصوا وبيقتلوا بعض بالزبط يا فاني عشان أكل العيش لغة تنعيش في القضية دي بصراحة يعني بما إن أنا من أهل القرية دي محمود شخص على المستوى الشخصي حد كويس جدا الله يرحمه كان كل الناس ما بتختلفش عليه كانت العين عليه طب نحب بس ننقضه للمشاهدين فضالي شهيد الغدر محمود مهران ابن قرية تنوف مركز دير موايس تمام فاني تمام فاني تم قتله بس العين عليه راجل كان شغال كويس كان فتح بيت مكون من ثلاث أطفال ولدين وبنت دلوقت تيتموا في متهم هارب عايز هارب إحنا طبعا بنطالب العدالة أن هي سرعة القبض على المتهم والقصاص إحنا زي ما تعلمنا في ديننا الإسلامي إحنا بلد قانون يا فاني آه بلد قانون والشريعة الإسلامية القصاص من قتل يقتل حتى ونبعدين طبعا مقبض الضبط يا فاني وربنا قال أهون زوال الدنيا أهون من قتل إنسان دون وجه حق محمود مات مغدور بي مظلوم مظلوم أولاده دلوقت مش لقيين إحنا بنلقي الدوق على القضية نفسها لشهيد الغدر وشهيد الظلم يعيني من أجل أكل العيش من أجل نقمة العيش بالزبط يا فاني وليس القانون عمره ما هيتغافل أو عمره ما هينسى طبعا القضايا المجتمع خالص يا فاني المعروفة القتل العند في القانون المصري الإعدام يكون مقترن بسبق إصرار وترصد وفي الواقع اللي إحنا بنتكلم فيها في شهيد الغلبة دي فيها اقتران بالاقتران ترصد واستنوه وزبطوا كل حاجة قبل الوقع هل داي حاليني أقول لحضرتك إيه الفرق في القضايا القانون المصري إيه أنواع قضايا القتل أنواع قضايا القتل فيه القتل العمد مقترن بسبق إصرار وترصد وفيه قتل شبه عمد وفيه قتل خطأ اللي القضية بتاعة محمود دي يعتبر قتل عمد مقترن بسبق إصرار وترصد لأنه تم الترتيب للوقع بتحريد كل ده مزبوط في محاضر رسمية آه كل ده محاضر رسمية وفتحيات نيابة وعرض على المحكمة كل ده موجود في الأوراق بتاعة الدعوة أمام النيابة العمد تمام دي القضية بتاعة محمود إنما القتل الأنواع كتير فيه حاجات كتير منها سواء في القتل العمد أو القتل شبه الخطأ أو برضو الضربة أفضل لأموت فالقانون المصري في القتل فيه مجالات كتير ونصوص مواد كتير في حكاية القتل دي وقضايا القتل يا فمي موضوع مهم جدا القتل ده طبعا القتل مش حاجة سهلة خاصة لما يكون الأهل هم المتعمدين بقتل أولادهم وما فيش سبب يعني ما فيش دافع يعني الواقع ممكن يكون السبب أو مش ممكن هو فعلا فعليا في قضياتنا النهار هو السبب الحق الحق محمود كان راجل ربنا كرمه والناس حباه والعين عليه فده حق إزاي يعني أشوف حد غريبي أحسن مني بس ما توصلش من أخياته الحق دي لو من حد غريب مش دافع من عشان كده مهولي ما فيش دافع وللأسف في الواقع دي مدرس وأولاده يعني كان فيه ناس كتير حذرت من الواقع دي ما توصلش لكده مش مستهلة وهم أرايد بس للأسف طيب ده قصد يعني احنا قالينه هو قصد عمدي طب إيه شكل القصد في العملية الجنائية في القانون المصري يا فندم فيه القصد العام وفيه القصد الخاص القصد العام بالنسبة للجاني اللي هو تتجه ردته إنه هو يرتكب الجريمة دي أو سواء قتل أو جنح القصد الخاص اللي هو إرادة المتهم في توقيع أو إنه هو يتم الجريمة يعمل الجريمة سواء جناية أو جنح يا فندم ده القصد العام والقصد الجنائي في القانون المصري طب إيه هي الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي إلى القتل خاصة الصعيد إحنا النهاردة شهيد الغلابة من المينيا من دير مركز دير مواس قرية تانو في المينيا صعيد مصر بالضبط ممكن نعم بس الأسباب الرئيسية اللي تؤدي إلى القصد عندنا في صعيد مصر فيه حاجات كتير فيها أسباب كتير تمام أطلقها خبراء النفس وعلم اجتماع وأسازة الشريعة وأسازة القانون منهم الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الشريعة الأسلامية بجامعة الأزهر بيقول أن السبب الرئيسي في القتل غياب الوازع الديني غياب الوازع الديني طبعا يعني الناس ما عندهاش إيمان إيمان أو يعرفوا ربنا بطريقة يعني أفضل بتفكير أفضل لأن القتل في الواقعة دي ده من أكبر الكبائر من اللي حراموا ربنا في كتابه الكريم وحراموا برضو سيدنا محمد في حديث كتيرة دي حاجة من ظن الوازع الديني الحاجة التانية في رأي العلم النفس بيقول يا فندم أن وراء ارتكاب الجرائم أن العدالة بتتأخر يعني في صدور أحكامها يعني ممكن قضية قتل أو أي قضية ممكن تقعك فترة في المحاكم للأسف مع أننا دولة دولة قوية والمفروض يبقى العدالة ناجزة فيها هل ما بقاش فيه النظر مثلا لأولويات أنواع القضايا هو مش كل الأضايا مش كل الأضايا خاصة في أضايا القتل بالذات لازم إجراءات وتحقيقات عشان بعد كده الحكم يبقى تبقى للمستندات وحكم يبقى منفذ حضرتك سواء في جنحة أو في جناية فبتاخد وقت لأنها مش قضية ولا تنين دي أضايا خاصة عندنا في الصعيد فدي من ضمن الأسباب بالضبط دي من ضمن الأسباب أن العدالة بطيئة شوي أضايا كتيرة فالعدالة بل ما تثبت أن هي تاخد حكمه وتدي قرار سليم بحكم ينفذ بتقعد فترة كبيرة فده بيساعد الناس أن هي خلاص يعني مش كده وفي الواقعة دي برضو يعني كان فيه قبل وقعة القتل جنح الضرب ما بين الاتنين وهي اللي قدت إلى كده يعني دي بترجع لإيه خاصة في الصعيد يعني صفات مثلا الصعيدي مثلا اللي هو بيقولك إيه يعني حر قوي مثلا ما بيقبلش كلمة فعلى طول الخلافات والخناقات هو معروف طبعا الصعيد طبعا معروف أن الصعيدة عموما دمهم حامي أيوة مع أنت دمهم حامي فالعصبية بتبقى بتهور شوية للأسف بس مش كلهم طبعا مش كلهم مع فرق التعليم والتفكير من شخص لشخص بيختلف في الواقع اللي إحنا فيها دي مش عايز أقول أن القاتل جاهل لا القاتل مدرس وأولاده منهم تعليم عالي مع أنت يعني مش مش هقول ده جاهل كده لا هو ممكن يقول جاهل فكرا يعني لو يعرف أن القتل أو العمله ده من أكبر الكبائر الوزع الديني اللي كنا بنكلم فيه طبعا ما كانش هيعمل كده من ناحية النفسية كمان بيبقى أكتر يعني من ناحية النفسية بيبقى فيه أسباب بترجع للقاتل أسباب كتير يا فن ضمنها برضو الظروف الاقتصادية كمان هو الحقد والقاتل دي 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 حاجة موجودة في الواقع اللي إحنا فيها وأسباب كتير برضو بتأجل أغلال أكتر بعد إذنك على ناحية العلم النفس تمام يا فن تمام يعني ممكن نقول إيه لمشاهدين تمام اللي بتبقى برضو من ضمن علم النفس قال أسباب الأضايا القاتل دي ممكن تكون الظروف الاقتصادية للبلد طبعا الكل يعرف فيه آه ظروف ده مش مبرر مش مبرر بس دي من ضمن آه من ضمن الأسباب بالضبط كده وجود المخدرات برضو بتزود آه قضايا القاتل آه طبعا غياب الوعي غياب الوعي ويرتكب أي جريمة موغيب عن وعي آه بالضبط يا فندم وفيه الأمراض النفسية وفيه برضو قضايا دفاع عن النفس يعني أنا دفاع عن النفس في القضية اللي احنا فيها آه دفاع عن النفس يعني حتى في القضية دي لما جم يتعدوا على الشهيد محمود دفع عن نفسه آه والناس كلها كانت توقف معاه عشان الرجل تعالى آه إنسان محبوب ومعوب جدا فتعدوا عليه داخل مكانه في مطعمه فدفع عن نفسه هما ما إبلوش إنه يرد أو يدفع عن نفسه طيب نص القانون المصري في قضايا العمد تمام القتل العمد طيب نص القانون المصري في نص المادة 230 من قانون العقوبات على كل من قتل نفس عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام شنقا قانون قانون نص وضع مصري بالضغط كده مقترن سبق إصرار وترصد والأوراق موجود فيها كل الأدلة ضد المتهم أو الجاني يعدم مع يعدم شنقا اللي هي بتقال إيه كافة الإيه كل الإجراءات العقوبات كل الورق سليم أو مصبتة الندقات العمد لازم نكون في معنا مصدر وحب نتكلم طبعا من منصة أكاديمية مهنية بحتة من خلال قناتنا قناة الصحة والجميل فقرة محامي الغلابة بنقول كلامنا بمصادر كلامنا بنصوص قانون بوصائق بنصوص قانونية فأنا حبيت بس أنهي الفقرة الرائعة اللي أنا مستمتعة بيها مع حضرتك والله المستشار حسيم صفت يعني أنا بقول بس نص القانون عشان يبقى صريح من ناحية النفسية على الجنيهة ومن ناحية الشرعية وأحب أختم هذه الفقرة بنص القانون زي ما حالك نص القانون نص المادة 230 من القانون العقوبات على كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام شانقا وحاجة أخيرة حاجة أخيرة أتذكر قوله تعالى في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم عايز بس آيفا صدق الله العظيم خيرك لهم مقلة ودل إحنا بقول نفس القانون صريح ومباشر ومن قتل يقتل حتى ولو بعد حين بالزلط يا فندم بشكرك مستشارنا الراقي يا أستاذ حسيم وإحنا معاكم في أي وقت يا فندم وبعيد هاتين حضرك فعلا بدون مقابل محامي الغلابة واضح من خلال صفحة شباب لايف تواصلوا معنا اللي عنده أي قضية يوجهها المستشارنا وإحنا تحت أمرهم في أي وقت وإحنا تحت أمركم في أي وقت تحياتي لكم من فقرة شباب لايف ومحامي الغلابة تحياتي لكم السلام عليكم وانتظرونا حلقات قادمة مفيدة جدا شكرا